اشتركوا في القناة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون فيما ترأس الجانب البريطاني معالي السيدة لازدراس وزيرة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة وبمشاركة معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون وبحث الوزراء مسار العلاقات الخليجية البريطانية ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار شراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين منذ القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016 لتعزيز التعاون المشترك وبما يخدم أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم واستعرض الوزراء بنود خطة العمل المشترك للأعوام 2022 إلى 2027 والسبول الكثيلة بتحقيق أهداف الخطة بما يعزز التعاون المشترك ويخدم مصالح الجانبين كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق النماء والازدهار بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وقد صدر في أعقاب الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان اتفاقهما على تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات بما في ذلك الأمن والسياسة الخارجية والتجارة والاستثمار والتنمية عبر وزراء الخارجية عن التزامهم بتوسيع طموحهم المشترك والتطوير الشراكة في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا النظيفة والرقمية والبنية التحتية والأنترنت كما أكدوا على أن هذه الشراكة الجديدة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون ستساعد في الحفاظ على سلامة مواطني المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون وخلق فرص عمل ووظائف وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الروابط والتواصل الإنساني والتي تعد عنصراً أساسياً في تعزيز التفاهم بين الشعوب وتعتبر محركاً رئيسياً للابتكار وتوفير فرص العمل والتبادل الثقافي والتعليمي وأكد وزراء الخارجية إيمانهم بأن الشراكة الحديثة والطموحة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها وأرحب وزراء الخارجية باستكمال المراجعة التجارية والاستثمار المشترك بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون في يونيو 2021 كان هذا معلماً هاماً لإنشاء تجارة أكثر حرية بين المملكة المتحدة ودول المجلس كما رحبوا بالتقدم الأخير في تعزيز التجارة الثنائية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل تعاون الاقتصادي وأوضح البيان أن الطرفين أكدا على العمل بسرعة نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة واتفقا على أن اتفاقية التجارة الحرة ستشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون معربين عن تطلعهما لبدء المفاوضات في عام 2022 هذا وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معا لتحديد الفرص الثنائية للاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة في العالم النامي تحت مظلة مبادرة بناء عالم أفضل التابعة لمجموعة السبع وكخطوة أولى التزموا بتطوير آليات لشراكات قوية حول هذه القضايا والعمل معا لتطوير مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة المحتملة وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعاونهما الوثيق في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر